قالت هيئة أركان الجيش الفرنسي السبت في بيان إن قوات برخان تمكنت من القضاء في بوركنافاسو على أربعين متشددا متورطون في هجمات وقعت شمال بنين المجاورة وأشار البيان لأن ضربة جوية أولى شنت بواسطة مسيرة صباح العاشر من الشهر الجري ضد رتل من الإرهابيين يتحركون على متن درجات نارية فيما تم تنفيذ ثلاث ضربات جديدة على مقربة من موقع الضربة الأولى بواسطة مقاتلات ترجمة نانسي قنقر